أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت زيادة ملحوظة في إعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية هذا وقد بلغ عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير وحتى مارس خلال العام الجاري نحو 5303 سفن بنسبة زيادة قدرها 15-18% عن نفس الفترة من العام الماضي هذا وحققت قناة السويس خلال الربع الأول من عام 2022 في الفترة من يناير وحتى مارس زيادة قدرت بـ 20% من حصيلة إيرادتها بالدولار وقد سجلت عائدات القناة ملياراً وستمائة وواحد وتسعين مليون دولار